دعا سعادة سيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل إلى عدم التشكيك في مصادقة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جينيف على قرار شطب الشكوى العملية ضد مملكة البحرين واستبعادها نهائيا من جلول عمله دون الحاجة إلى أي إجراء آخر وزير العمل قال إن قرار شطب الشكوى إنجاز وطني بحريني ناجز دون شك وباعتراف واضح وجلي صادر عن محفل دولي هام ومن ثم فأن أي سوء فهم لمضمون القرار أو التشكيك في صحة الشطب والاستبعاد النهائي أو حتى تحميل فقرات القرار ما لا تحتمل لا تستند إلى أي منطق أو حجة أو سند قانونية وأوضح الوزير أن القرار نص في الفقر ألف على الترحيب بالاتفاق الثلاثي لمعالجة كافة المسائل المتضمنة في الشكوى وتحديد إجراءات تسوية جميع الأمور المتبقية ثم نص صراحة في الفقر دال على إقرار المجلس بأن الشكوى لا تستدعي أي إجراءات أخرى من قبله وأعلن في الفقرها إغلاق الإجراءات وفق المدة السادسة والعشرين من دستور منظمة العمل الدولية فيما يخص الشكوى المذكورة أعلى أما بخصوص الفقر باء من القرار وما أثرته من التباس لدى البعض ودعتهم إلى الاعتقاد بأن إنهاء الشكوى ليس نهائيا بسبب إشارة هذه الفقرة إلى دعوة لجنة الخبراء القانونيين بمكتب العمل الدولي قال الوزير إن هذه اللجنة معنية بتطبيق كافة الاتفاقيات والتوصيات وهي تقوم بالمراجعة بصورة دورية وسنوية في إطار متابعتها للمعلومات المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين فقد جاءت دعوة مجلس الإدارة لهذه اللجنة لمتابعة الاتفاقية الثلاثية لصلتها بالاتفاقية الخاصة بالتمييز ومتابعة ذلك في هذا الإطار الإجرائي الاعتيادي الدوري الذي تخضع له جميع الدول الإعضاء في المنظمة وفي إطار الالتزام بكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية وأكد وزير العمل أن إنهاء هذا الملف نهائيا جاء ليعكس صحة وسلامة النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين والذي تعزز من تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تعزز بإطلاق المشروع الإصلاحي الشامل الذي رفع مكانة البحرين إلى مرتبة الأمم المتقدمة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ترجمة نانسي قنقر